موجز الأخبار أهلا بكم يقوم وزير النقل زارهاني غدا نستبت بزيارة تفقدية إلى ميناء الجزائر العاصمة قد تفقد الحاوية الموجودة بالميناء وفيما إذا كانت تتضمن مواد قابلة للانفجار وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من الانفجار الذي عرفته العاصمة اللبنانية بيروت وفي خبر آخر حيث برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلتين جديدتين قصد إجلاء الجزائرين العالقين بفرنسا وكندا وأوضح بيان الشركة أن الرحلة الأولى ستكون إلى العاصمة الفرنسية باريز يوم الجمعة السابع من أوت 2020 وفيما يخص الرحلة المتجهة إلى مونتريال ستكون يوم الاثنين العاشر من أوت 2020 وفي آخر خبر لنهار اليوم وعبر ميكروفون إضع تصطيف أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف عمرت الناح أن ولاية تصطيف ستفتح ما يقارب 250 مسجد في جميع بلديات الولاية كون جميع البلديات تتوفر على مساجد تتسع لأكثر من ألف مصلي كما تعمل لجنة الفتوى على تحضير البروتوكول الصحي الواجب اتباعه وكل الشروط اللازمة لحماية المصلين وقد يكون جاهزا بداية الأسبوع لتفتح المساجد أما بالنسبة لصلاة الجمعة فهي غير معنية بالفتحة تدريجي وفيما يخص صلوات المغرب العشاء والصبح في انتظار البيان الذي سيفصل فيها نهاية الموجز شيماء صالحي لوطنية نيوز